أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غللتم من شيء فأن لله خلصه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصة والركب صلى منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في المعاج لكن لقضي الله أمره كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريك هم الله في منامك قليلا ولو وراك هم كثرا لفشلتم ولتناسعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمره كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم في أتاهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لي حكم اصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يشدون على سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس بإنه جاروا لكم فلما تراءت الفئتان نكاس على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني يخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يطلبون وجوهكم أدباركم وذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرام الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قضي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة لنعمها علاقهم حتى يغيروا بأبئة مع بئة نفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم أغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ياخدون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ ليهم على سباء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا ليعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يفق ليكم أنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخضعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنفسه يبين المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في اللغة جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئت يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئت صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى إسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريدوا الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لما في يديكم الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يأتكم خيرا مما أخذ منك ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قال الله من قبل فأمكل منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وحاجروا وجاخدوا بأموالكم أخذهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن يستنصروا في الدين فعليكم النصر إلا عذاقوا من بينكم وينكم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا وتكون فتتهم في الله بسادهم كبير والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورسق كريم والذين آمنوا من بعد خادروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم برات من الله رسوله ذا الذين آهدتهم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة شهرين وعدموا أنكم غير معجز الله أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله رسوله إلى الناس جل أكبر أن الله بنيء من المشركين رسوله فإن طبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وفاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سنخر الأشهر لحرم فقدر المشركين حيث جدتموه واخذوه محصوله وقعدوا لم كل مرصده فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتفوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى أسمع كلاب الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبكم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثبنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه مؤمن إلا ولا ذم وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة واتفوا الزكاة ويخانكم في الدين ونبصروا العيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا وإمة الكفر لهم لا إيمان لهم لعلهم يعتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا وأيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حقا وان تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك يخذك ما ينصركم عليهما يشبس دور قومهم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم أتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أن حسبت من تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما اتخذوا من مدود الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشيقين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبيطت أعمالهم في الدنيا فولئك حبيطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يقام الصلاة والزكاة لم يخشل الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام ومن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين أمنوا وخاجروا وجاهدوا في سبيل الله بمواله وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من هو الضالي من هو الضالي وجهنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَعَدَتْ تَخْذُوا وَأَيْخَانُكُمْ أَزْوَاجُكُمْ أَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ إِقْتَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَتُهُمْ تَخْشَأُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ رَسُولِهِ وَجَهَادِهِمْ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْهًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَكُمْ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَرَ جُلُودًا لَمْ تَرُوهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَسَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ تُوبُ اللَّهُ مِمْ أَجْدَعِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ غَفُوضٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمَشْرِقُونَ نَجَسُمْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعَدْ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَكَ فَاسْعَبِظُنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِ الَّذِينَ لَا يَبْنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا يَحَرَّمَ اللَّهُ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مَنَا الَّذِينَ عَدُوا الْكَتَابِ حَتَّى يُعْدُوا الْجِزَّةَ عَيْدِهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهه ويأبى الله إلا أن يتمنوا له ولو قرهها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدام دينه لحق ليظره على الدين قل له ولو قره المشيكون يا أيها الذين يمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان اللي يأكلون المعلاد نفسه بالبعض اللي يشدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوا بها جفاكهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهود عند الله سعشر شهرا في كتاب الله وخلق السماوات الأرض منها ربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مقادر المشغين كافة كما يقادر لكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر ضل به الذين كفروا يحلونه وعاما يحرمونه عاما للواطئ وعدة ما حرم الله في حل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين أمروا معكم إذا قيد لكم ونفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض رضيتهم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا وعذبكم عذابنا لما هو يستبت الغاب من غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير إلا تنفروا فقال نصره الله إذا خذوا الذين كفروا ثانية اثنين إذا فما في الغير إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنذر الله سقينته وعليه أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفاثا وسقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبوق لكن بعدد عليهم الشقة وسيحلفون من الله لا بستطعنا لخرجنا معكم وهلكونا نفسهم والله يعلم إنهم كاذبون عفى الله عنك لما ذهنك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله اللي وبالله أخذ أن يجاكدوا بأموالهم عنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله اللي وبالله أخذ وارتابت قلوبهم فهم في رئبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كيها الله بعاثهم فثبتهم أقول لك عدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم لغنكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين لقد ابتغف الفتة من قبل وقلبوا لك المور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذل ولا تفتين للا في الفتة استقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصيبك حسرتهم ورسوكم إن تصيبك بصعب وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتلهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بقمان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إلا معكم ما تربصون قل أنفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قاما فاسقين وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة لله وهم قسالا ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك موالهم لا أولادهم إنما يجيد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق آنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ النعم غارات أم الدخلا لغا إليهم يجبحون ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن يعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم ردوا ما آتهم الله رسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إن عذا الله رابضون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب الغاربين في سبيل الله بن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي يقولونه أذن قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله يؤمنوا للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليردوكم الله رسوله وأقيدوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله رسوله فأذن لكم نار جهنم خالد أن فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة أن تنبئهم مما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كن ما نخود ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمكر وينهون عن المعروف يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين المنافقات الكفار وعلى جهنم خالدين فيها هي حسبهم ومعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوتا أكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم خزن كالذي خاضوا أولئك حفتت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبو الذين من قبلهم قوم نوحي وعالي وسمود وقوم براهي وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف أنهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يؤتعون الله رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجريم تحت الهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامه محمد ما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله رسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذرهم الله عذابا نليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا لنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يملقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمذون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أولاد استغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مواطن فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله رسوله الله لا يهد القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلناه جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستازنوا من خلال الخروج فقل لا تدخلوا معي عبداء ولا تقاتلوا معي عدو إنكم رضيبون بالقعود أو الغراتين فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم ما تبدأ ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قل الطول منهم وقالوا زرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبعا على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وعنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات بدري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذرنهم قعد الذين كذبوا الله رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج نذان السحر لله رسوله ما على المحسنين من سبيل والله رفور رحيم ولا على الذين إذا ما توقلت أحملكم قلت لا أجد ما يحملكم عليه تولوا أعينهم تفيدوا من الدم حسنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله وطبع الله على قلوبهم 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 شكرا